الرحمن الرحيم أهلاً بكم أبنائي وبناتي طلب الطلبات الصف الأول الإعدادي وحلقة جديدة من مدرسة على الهوى ومادة إلاله المرة اللي فاتت ابتدينا مع بعض الدرس الأول اللي كان بعنوان المادة وخوصها إن شاء الله هنكمله النهاردة مع بعض وحناخد باقي الخواص الفيزيائي حنعرفنا المرة اللي فاتت إن أنا عندي المادة لها نوعين من الخواص، الخواص الفيزيائية والخواص الكيميائي هندرس الخواص الفيزيائية بالتفصيل وبعدين نشوف الخواص الكيميائي خواص فيزيائية قلنا هي الخواص اللي بتوصف المادة من الخارج ودول سبع خواص الطعم واللون والرائحة درسناهم مرة اللي فاتت قلنا الخواص دي بتستخدم للتمييز والتفرقة بين المواد المختلفة عندي مواد أقدر أميزها من اللون والطعم والرائحة طيب مواد تانية عديمة اللون والطعم والرائحة يصعب التمييز بينهم بالخاصية دي أميز بينهم إزاي قلنا باستخدام باقي الخواص الفيزيائي كانت منهم خاصية الكثافة خدنا يعني إيه كثافة وخدنا إزاي نحسبها وخدنا القانون بتاعها وعرفنا إزاي نحل عليها المسائل نكمل بقى كنا وقفين عند التطبيقات الحياتية الكثافة عرفنا إنها كتلت وحدة الحجوم من المد تمام قارننا كثافة بعض المواد بالمية قلنا كثافة المية بتساوي واحد جرام لكل سنتيمتر مكعن طيب عند وضع مواد مختلفة في الماء بنرى بعضها بيطفو فوق سطح الماء والآخر بيغوص في الماء ليه؟ علل أذكر السبب عند وضع قطعة من الحديد وقطعة من الفلين في الماء قطعة الحديد تغوص وقطعة الفلين بتطفو قلنا نتيجة للكسافة ما لها الكسافة؟ كسافة الحديد أكبر من كسافة الماء فتغوص في الماء أما كسافة الفلين أقل من كسافة الماء فتطفو على سطح الماء تمام؟ طيب قلنا كمان من المواد قليلة الكسافة الهايدروجين والهيليوم وعندي الزيت والتلج كل الكلام ده قليل الكسافة طيب نشوف بقى التطبيعات الحياتية اللي عندنا لما عرفنا أن أنا عندي مواد كسافتها قليلة ومواد كسافتها كبيرة استفدنا إيه في حياتنا منها؟ دي التطبيعات الحياتية ونركز عليها ما نغفلش نذكرها لأنها كلها تيجي علل قال لي تملأ بلونات لاحتفالات بغاز الهيليوم أو الهايدروجين لترتفع إلى أعلى حيث أن كسافتهم أقل من كسافة الهواء يبقى مش بس إحنا بناخد الكسافة هنا بالنسبة للماء لا كمان فيه بالنسبة للهواء لما عرفنا أن أنا عندي غازات كسافتها أقل من كسافة الهواء وحترتفع أعلى من الهواء فاستخدمت لملء بلونات لاحتفالات طيب إيه كمان؟ قلنا عدم استخدام الماء في إطفاء حرائق البترول نسأل لكم أن الزيت مادة كسافتها أقل من كسافة الماء يعني حتطفو فوق سطح الماء طيب البترول ده زيت لو حصل فيه حريق بسبب البترول لا يتم إطفاؤه بالماء يطفق بأي وسيلة أخرى زي غاز سليمكسيد الكربون أو بالرمل أو بحاجب الهواء عنه لكن لا يستخدم الماء ليه؟ علل برضو أو يذكر السبب لأن كسافة البترول أقل من كسافة الماء كسافة الزيت أقل من كسافة الماء فالله هيحصل أن الزيت المشتعل حيطفو فوق سطح الماء ويظل الحريق مشتعل مش حيتم إطفاؤه تمام؟ يبقى دي تاني خاصية فيزيائية بعد الطعم واللون والرائحة كانت الكسافة شوفنا تعرفها قانونها إزاي أحل عليها وشوفنا التطبيقات الحياتية اللي عليها طيب استخدمنا كمان الكسافة للكشف عن غش بعض المواد بمعلومية كسافتها بعض المواد بيبقى فيها غش تجاري بيتم الكشف عنها بالكسافة مثلا زي التأكد من جودة عينة من اللبن عندي عبوة من اللبن أنا عايز أتأكد أن هي مصبوطة أو مخشوشة بمية بقى أو بمادة تانية فهعينها إزاي بكسافتها معروف أن كسافة اللبن النقي هي واحد وثلاثة من المية جرام لكل سنتيمتر مكعل لو كسافة اللبن اللي عندي أو العينة اللي عندي دي اختلفت عن الرقم ده يبقى اللبن ده مخشوشة لكن لو كانت كسافتها بتعادل واحد وثلاثة من مية جرام لكل سنتيمتر مكعل بيكون اللبن نقي تمام؟ يبقى بتستخدم الكسافة للكشف عن الغش في بعض المواد بمعلومية الكسافة عندي بقى خاصية فيزيائية تالتة اللي هي درجة الانسهار خاصية فيزيائية تالتة اللي هي درجة الانسهار طيب احنا خدنا قبل كده سنقولة إن أنا عندي عملية الانسهار هو فيه فرق ما بين عملية الانسهار ودرجة الانسهار أو فيه فرق عملية الانسهار هي عملية تحويل المادة الصلبة إلى مادة سائلة دي عملية التحويل إن أنا بحول المادة الصلبة إلى مادة سائلة لكن إيه درجة الانسهار؟ هي درجة حرارة التي عندها تبدأ المادة في التحول من المادة الصلبة إلى المادة السائلة هي درجة حرارة بتبدأ عندها المادة في التحول من المادة الصلبة إلى المادة السائلة ولكل مادة درجة انسهار خاصة بها لكل مادة درجة انصهار خاصة بها خلاص لذلك بتستخدم درجة الانصهار في التمييز ما بين المواد المختلفة طيب عندي هنا في الرسم قال ده نشاط لن احنا نميز او نوجد درجة الانصهار الخاصة بكل مادة كون الجهاز اللي احنا شايفينه قدامنا دوان اناء وضع فيه تلج ووضع الاناء المحتوي على التلج ده وضع بداخله ترمومتر وكل ده وضعه فيه حمام مائي او حمام ماء ساخن ايه اللي حصل هنا الماء الساخن فيديته بس اللي هو تسريع عملية الانصهار عند بداية عملية الانصهار يعني عند التلج ده ما يبتدي يدوب اول نقطة تنزل من التلج ده تتحول لمية بحسب هنا درجة الحرارة درجة الحرارة دي هي دي درجة الانصهار يبقى هي درجة الحرارة التي عندها تبدأ المادة في التحول من المادة الصلبة الى المادة السائلة تمام طبعا لو استبدلت بقى التلج ده بشامع باي مادة اخرى حلاقي ان درجات الحرارة دي ايه بتختلف بتختلف طيب عندي المواد بتنقسم الى مواد درجة انصهارها منخفضة زي الشمع والزبد والسلج وعندي مواد درجة انصهارها مرتفعة زي الحديد والاليمونيوم والنحاس لذلك بتستخدم درجة الانصهار للتمييز ما بين المواد المختلفة طيب التطبيقات الحياتية بقى انا عرفت ان انا عندي حاجة اسمها درجة انصهار وان كل مادة لها درجة الانصهار الخاصة بيها استفدنا من كده في ايه استفدنا بيها في الحياة العملية في ايه قال لي بيقوم الصنع بصهر المعادن حتى يسهل تشكلها او خلطها بعمل السبيكة يعني ايه الكلام ده يعني ايه سبيكة السبيكة دي عبارة عن مخلوط من معدنين بتستخدم كده بيخلط معدنين للتحسين من صفات المعدن زي سبيكة عندي الزهب والنحاس الدهب النقي يصعب تشكيله الدهب النقي بيصعب تشكيله وبعض المعادن الاخرى برضو بيصعب تشكيله لسهولة التشكيل بيخلط بمعدن اخر تمام؟ زي الدهب قلنا الدهب بيبقى صعب التشكيل سبيكة الدهب والنحاس طيب عملية الخلط دي او الدمج بين المعدنين دي اعتمدت على ايه؟ على درجة الانسهار يبقى بتستخدم درجة الانسهار في تشكيل المعادن وفي عمل السباق عندي السنة دي نعودين من السباق سبيكة الدهب والنحاس وبتستخدم في صنع الحلية وعندي سبيكة النيكل كروم برضو النيكل معدن والكروم معدن بيتم خلطهم باستخدام درجة الانسهار وبتكون عندي سبيك سبيكة النيكل كوروم طب بتستخدم في ايه سبيكة النيكل كوروم في صنع ملفات التسخين في صنع ملفات التسخين بتوجد فين ملفات التسخين في الأجهزة الكهربية التي تحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية زي السخان المكوى المدفاقة بيبقى بداخلها ملف من النيكل كوروم سبيكة النكل الكروم بتبقى لها يعني بتسخن لدرجة كبيرة جدا عند مرور التيار الكهرابي فيها طبعا النكل لوحده مفقوش الخاصية دي الكروم لوحده مفقوش الخاصية دي عند دمج المعدنين مع بعض بيعمل ملف تسخين يعني بيسخن السبيكة دي اللي بتدي صفة السخونة الشديدة عند مرور التيار الكهرابي خلالها خلاص يبقى دي درجة الانسهار يبقى درجة الانسهار بتختلف عن عملية الانسهار خلي بالنا دي درجة حرارة تمام ايه اللي احنا استفدنا منها عملنا السبائك عندي كم نوع من السبائك نوعين سبيكة الدهب والنحاس بتستخدم فيها صنع الحلي سبيكة النيكل كوروم بتستخدم في عمل ملفات التسخين عندي كمان سبيكة الحديد اللي هو الصلب اللي لا يصدق سبيكة الاستلستيل بتستخدم في صنع ايه في صنع اواني الطه يبقى تم صنع اواني الطه من سبيكة الصلب اللي لا يصدق اللي احنا عارفينه بالستلستيل خلاص رابع خاصية فيزيائية للمادة هي درجة الغليان يبقى انا عندي درجة انصهار وعندي درجة غليان برضو احنا سمعنا عملية الغليان لا عملية الغليان دي عملية عملية الغليان هي تحويل المادة من الحالة السائلة الى الحالة الغازية طب درجة الغليان لا دي درجة حرارة درجة الغليان درجة حرارة هي درجة الحرارة التي عندها تتحول المادة من الحالة السائلة الى الحالة الغازية يبقى درجة الغليان هي درجة الحرارة التي عندها تبدأ المادة في التحول من الحالة السائلة الى الحالة الغازية خلاص دي بسميها درجة الغليان وبالتالي كل مادة لها درجة غليان خاصة بيها لذلك تستخدم درجة الغليان في التمييز والتفرقة بين المواد المختلفة طيب درجة الغليان استخدمناها في ايه التطبيق الحياتي او التطبيقات الحياتية على درجة الغليان اللي فصل مكونات زيت البترول زيت البترول بيخرج من الارض عبارة عن مجموعة مكونات مخلوطة مع بعضها بنزين وسولار وكيروسين وغاز طبيعي وقار وحاجات كتيرة جدا طب انا عايزة افصل كل المواد دي ااخد كل مادة لوحدها البنزين لوحده الكيروسين لوحده الغاز الطبيعي لوحده وهكذا بيعتمد عملية فصل زيت البترول على درجة الغليان لكل مكونات لكل مكونات خلاص دي درجة الغليان وزي ما قلنا ان درجة الغليان خاصة بكل مادة يعني كل مادة اللي هدرجة الغليان خاصة بيها لذلك بتستخدم للتفرقة بين المواد المختلفة تمام طيب نيجي بقى لخاصية تانية من الخواص الفيزيائية هي درجة الصلابة درجة الصلابة يعني ايه درجة الصلابة قال لي يعني الصلابة بتاعت المادة فيه مواد بتبقى صلبة ومواد بتبقى لينة مواد صلبة بس اقدر احولها لمواد لينة طيب ايه درجة الصلابة دي بقى قال لي ان درجة الصلابة برضو بتبقى خاصة بكل مادة والمواد من حولنا اتقسمت لثلاث انواع حسب درجة صلابتها المواد تاني المواد من حولنا انقسمت الى ثلاث انواع حسب درجة الصلابة رقم واحد مواد لينة في درجة الحرارة العادية هي صلبة بس لينة زي المطاط ان هو الربر زي الكويتش خلاص ده المطاط انت بتجيب قطعة كده من الكويتشوك او قطعة من الاستيكا بتاعتك بتلاقيها لينة بتقدر تتنيها وتفردها بتطيع لينة في ايديك هي مادة صلبة لكن هي خاصيتها ان هي لينة صلبتها قليلة تمام طيب يبقى دي رقم واحد ان هناك مواد لينة في درجة الحرارة العادية طيب رقم اتنين مواد صلبة يمكن تحولها الى لينة باستخدام درجة الحرارة مواد صلبة هي صلبة وصلبة جدا لكن ان انا اقدر اخليها لينة بالتسخين زي المعادن زي الحديد والنحاس والالومنيوم ادها بالفضل حاجات اللي بتتشكل هي دي بتتشكل ازاي بيتم تسخينها بتبقى لينة وبيبتدي الصناع يشكلوا فيها خلاص يبقى دي تاني نوع من المواد حسب درجة صلبتها انها مواد صلبة لكن يمكن تلينها باستخدام درجة الحرارة او استخدام درجة الحرارة لتشكلها تمام طيب زي المعادن النوع التالت مواد صلبة لا تلين بالتسخين مواد صلبة لا تلين بالتسخين مما يصعب تشكلها هي مواد صلبة اه لكن ما اقدرش ان انا اسخنها مش هشكلها هي مواد صلبة لكن مش هتتشكل انها ما بتتسخنش زي الفحم والكبريت طبعا الفحم كلنا عارفينه اه مادة صلبة اجي عشان اشكلها لو دقيت عليها هتتكسر طب نسخنها هتتحرق يبقى دي مواد صلبة لا تلين بالتسخين مما يصعب تشكلها طب الكبريت ده مادة كيميائية بتشبه الفحم بس لونها اصفر لو جيت انا سخنتها حلاقيها بتنصهر بسهولة لان درجة انصهرها منخفضة فيصعب تشكيل الكبريت بالتسخين يبقى الكبريت بيندرج تحت المواد الصلبة التي لا تلين بالتسخين تمام يبقى دي درجة الصلبة انت قسمت لتلاتة زي ما شفنا مواد لينة في درجة الحرارة العادية مواد صلبة تلين بالتسخين ومواد صلبة لا تلين بالتسخين طيب لما عرفنا بقى درجة الصلبة اللي بنستخدمها للتفرقة بين المواد المختلفة عملنا بيها ايه التطبيقات الحياتية عليها اللي يصنع المفك من الحديد الصلب لانه شديد الصلبة يبقى المفك بيصنع من الحديد الصلب طبعا تعرفين المفكات بتصدم فيه فك المسامير الصومي الحاجات اللي بتبقى مصنوعة من الحديد ومحتاجة صلابة للتحكم فيها فلذلك صنعت المفكات من الحديد الصلبة طيب ايه كمان قال لأسياخ الخرصانة المستخدمة في المباني بتصنع بتستخدم من الحديد وليس من النحاس علل تصنع الاسيااخ الخرصانة في المباني من الحديد وليس من النحاس سؤال مشهور جدا في الامتحانات ليه هنقول لان الحديد اكثر صلابة من النحاس لان الحديد اكثر صلابة من النحاس لو شفنا كده مبنى كبري اي حاجة بتتعمل ويعايزين يعملوا الهيكل بتاعها بيبقى نظبوط بتعمل من الحديد ما بيستخدمش اي معدن تاني لان الحديد من اكثر المعادن صلابة تمام او من المعدن الصلبة جدا اللي تستحمل الاستهلاك الشديد يعني خلاص طيب دي درجة الصلبة ودي كانت خاصية فزيئية بتستخدم للتمييز والتفرقة بين المواد المختلفة طيب عندنا خواص فزيئية تانية او عندي خاصية او دي ده شكل المباني ودي شكل الخرصانة ها بتستخدم الاسياخ بتاعتها او الهياكل بتاعتها من الحديد عندي الخاصية السد ده هي التوصيل الكهربي يبقى الخاصية رقم 6 في الخواص الفيزيائية للمواد هي التوصيل الكهربي طبعا التوصيل الكهربي احنا كنا درسناه واحنا في سنة 6 بالتفصيل الممل عرفت ان انا عندي مواد بتختلف طبعا من حيث قدرتها على توصيل الطيار الكهربي في مواد جيدة التوصيل للطيار الكهربي يعني بتسمح بمرور الطيار الكهربي من خلالها ومواد رديئة التوصيل للطيار الكهرابي يعني لا تسمح بمرور الطيار الكهرابي من خلالها عرفنا برضو ان انا عندي المواد جيدة التوصيل للطيار الكهرابي زي المعادن هي مواد جيدة التوصيل للطيار الكهرابي طيب بما اننا بقى اكبرنا شوية هناخد مواد اخرى جيدة التوصيل للطيار الكهرابي زي بعض انواع المحليل بعض أنواع المحليل طبعا المحليل دي تبقى مواد سائلة طب محليل إيه محليل القلويات محليل الأحمض ومحليل بعض الأملاح زي محلول ملح الطعام في الماء طيب نشوف الكلام ده تاني يبقى مواد جيدة التوصيل للكهرباء قلنا المعادم دي احنا عرفناها طب إيه المحليل المحليل دي مواد سائلة زي محليل القلويات يعني إيه القلويات دي مواد كيميائية حضرتك هتدرسها بالتفصيل الدرس التاني عندك الأحمض برضو مواد كيميائية هندرسها إن شاء الله مع بعض الدرس التاني محليل بعض الأملاح زي محلول ملح الطعام في الماء يعني إيه إحنا لو حضرتك جبت شوية ملح ودوبتهم في ماء إنت كده عملت محلول ملح طعام المحلول ده جيد التوصيل للكهرباء جيد التوصيل للكهرباء خلاص طيب دي المواد جيدة التوصيل للكهرباء طيب المواد بقى رديئة التوصيل للكهرباء زي إيه قالني دي بقى في منها ثلاث أنواع أو ثلاث حالات المد بعض المواد الصلبة مثل الكابريت والفصفور الخشب البلاستيك دي مواد رديئة التوصيل للكهرباء يعني لا تسمح بمرور الطيار الكهربي من خلال طيب بعض أنواع المحليل المحليل زي ما اتفقنا مدى سائل زي محلول السكر في الماء يعني لو جيبنا سكر ودوبنا في الماء احنا كده عملنا محلول سكر بيمر الطيار الكهربي فيه لا محلول السكر من المحليل رديئة التوصيل للكهرباء طيب محلول كلوريد الهيدروجين في البنزين برضو محلول كلوريد الهيدروجين في البنزين محلوق رديء التوصيل للطيار الكهرابي او رديء التوصيل للكهرابي الغازات في الظروف العادية الغازات المعروفة او الهواء بقى عندنا رديء التوصيل للطيار الكهرابي دي كانت خاصية التوصيل الكهرابي وزي ما شفنا بتستخدم للتمييز بين المواد بدليل ان احنا عرفنا اننا عندي مواد جيدة التوصيل للطيار الكهرابي ومواد رديء التوصيل للطيار الكهرابي ده في حد ذاته تفرقة بين المواد المختلفة تمام طيب كده الخاصية الفيزيائية خلصت لا لسه فيه خاصية اللي هي خاصية التوصيل الحراري خاصية التوصيل الحراري قبل ما أقول بقى خاصية التوصيل الحراري لما عرفنا أن التوصيل الكهرابي فيه مواد بتوصل للتغاري الكهرابي ومواد لا توصل للتغاري الكهرابي إيه التطبيقات الحياتية اللي عملناها عليه استفدنا من كده في إيه طبعا عرفنا زي ما شفنا السنة اللي فاتت ازاي نتعامل مع المواد المختلفة من حيث الكهرباء طيب عملنا ايه تاني استخدمناها في صناعة ان تم صنع اسلاك الكهرباء او اسلاك توصيل الكهرباء من مادة جيدة التوصيل زي النحاس والالومنيوم لكن تم تغطيتها بمادة زي البلاستيك تاني لما عرفنا ان احنا عندنا مواد جيدة التوصيل الكهرباء صنعنا منها اسلاك التوصيل طب وفي مواد رديئة التوصيل الكهرباء غطينا بها اسلاك التوصيل علشان اللي بيستخدمها ما يتقذيش طبعا يبقى رقم واحد في التطبيقات الحياتية ها انها اه تم صنع اسلاك الكهرباء من مادة النحاس او الالومنيوم لانها مواد جيدة التوصيل للكهرباء وتم تغطيتها بالبلاستيك لانها مواد رديئة التوصيل للكهربائية طيب ايه كمان اللي بيصنع مقبض المفكات اللي بيستخدمها الكهربائي او الادوات الكهربية من الخشب او البلاستيك بنلاقي المفك جسمه نفسه معمول من الصلب زي ما احنا لسه قلين لكن اليد مصنوعة من البلاستيك او الخشب حتى يستخدم الكهربائي ادواته بامان ولا تؤذيه طيب دي كانت الخاصية رقم 6 في الخصائص الفيزيائية اخر خاصية عندنا بقى في الخصائص الفيزيائية ادي صورة لادوات الكهربائي اللي هي مصنوعة من الصلب لكن المقابض بتاعتها وديها مصنوعة من البلاستيك طيب اخر خاصية بقى عندنا هي خاصية التوصيل الحراري يعني ايه خاصية التوصيل الحراري يعني قدرة المواد على توصيل الحرارة او المواد بتسمح بسرايان الحرارة من خلالها او لا تسمح بسرايان الحرارة من خلالها طيب المواد عندي اختلفت ما فيه التوصيل الحراري عندنا مواد بتسمح بسرايان الحرارة خلالها بسميها مواد جيدة التوصيل للحرارة طيب وعندي مواد لا تسمح بسرايان الحرارة من خلالها دي بسميها ايه بسميها مواد رديئة التوصيل للحرارة ناشيه طيب نشوف بقى امثلة للمواد جيدة التوصيل للحرارة قلنا زي المعادن كلها الحديد والنحاس والألمونيوم طيب المواد التي لا تسمح بسرايان الحرارة من خلالها والتي تسمى بالمواد رديئة التوصيل للحرارة زي الخشب البلاستيك الإزاز الورقة طيب دي كده كانت الخاصية التوصيل للحرارة استفدنا منها في التطبيقات الحياتية اللي عليها التطبيقات الحياتية اللي عليها أن تم صنع أواني الطهي من الألمونيوم وصنع مقابضها من البلاستيك ألمونيوم علشان جايد التوصيل للحرارة والمقابض بلاستيك لأنها رديئة التوصيل للحرارة كده سنقولها نبقى خلصنا الخصائص الفيزيائية للمادة إن شاء الله المرة الجاية هنكمل الخصائص الكيميائية إلى أن أراكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته